السلام عليكم اخواني اخواتي فيديو جديد اليوم هي السبت الحمد لله كما تشوفوا الجو جميل جدا الفيديو اليوم سنتكلم فيه على الفرق ما بين مدينة موريال و مدينة ترواريفير هذا جاء طلب من بعد الاصدقاء كما تعرفوا ان الموذول الكبيرة دي ما تكون فيها الاسترس تكون فيها الاسترس الترافيك تكون فيها الاشغال عمومية في الطرقات تكون ازدحام تكون اصداع العكس دي المدن الصغيرة بينما مع مدينة موريال يترواريفير مدينة موريال فيها الاسترس و فيها الصداع يعني الصداع دي السيركولاسيون تلقى الطنوبيلات بزاف كين الناس كثر من ترواريفير و لكن الايجابية دي لا ان فيها العديد من الكليات و فيها العديد من المرافق الملاهي و فيها المتاجر بزاف و مدينة كبيرة مدينة سياحية كبيرة و لكن من السلبيات انها كما قلت من من غير الصداع اللي هضرنا عليه و السيركولاسيون و الاشغال عمومية في الطرقات و ديما كان كل الصيف كان الاشغال عمومية و كان هناك مشكلة السلاح للجون يعني او الشباب تكون الحسابات بناتهم تكون مرة مرة تسمع هنا قتلوا هذا مرة في ذلك 20 يوم أو 5 شهر تسمع انه كان شيء تعدي بالسلاح و بينما هنا في مدينة ترواريفير مدينة ترواريفير مدينة هادئة كما ترونها مطرق هذا الشارع رئيسي مرة مرة قدوا استنوبيل الهدوء التام و لم يكن هناك صداع و الناس محترمين لان كل ما قل بنادم كل ما قلوا المشاكل ولكن من السلبيات مدينة ترواريفير هي انها فيها كلية واحدة لكينا لحسب العدد السكان لانهم لا يقدرون تزاف الكليات و المدينة صغيرة وهي مدينة خضراء تقول بحلة تبنيت وسط الغابة في مكة تدور تلقى شجر و تلقى المناظر الخضراء و الأخر شيء غير واحد شوية على المدينة تلقى الحقول و كي تقطع مدينة ترواريفير من الشرق إلى الغرب يأخذ منك الوقت تقريبا واحد ربع ساعة بينما مدينة موريال لكي تخرج من الشرق إلى الغرب يجب على الأقل واحد ربعين حتى الخمسة واربعين دقيقة مدينة كبيرة و من السلبيات مدينة موريال وهو أن فيها الغلاق و الكرا غالي بينما هنا في مدينة ترواريفير الكرا نقص على موريال و حتى الترانسبورت في مدينة موريال غالي ليبيوس و المترو هنا في ترواريفير نقص شوية هذا مكان في هذا الفيديو ديال اليوم و إلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر بحول الله شكرا شكرا